الكلام ده حتى هذه اللحظة غير رسمي اطلاقاً خالص هتقولي طب ما هو بيقوله ان فيه عروض جد فيه وكلة ممكن تتكلم على اي لعيب مش اوزره بس وكلة لكن عروض رسمية ما حصلتش فيش اي كلام رسمي حصل على الورق ما فيش فبالتالي اللعب ده موجود فين في قائمة الاهل بالتالي اللعب ده هتستخدمه محلينه افريقياً لعيب كويس هو لعيب كويس بيمر بفترة صعبة شوية لكن وجب المساندة لهذا اللعب دايماً لازم نفتكر الايجابيات او نفتكر الاداء الجيد والنتائج والاهداف الاحرازة وليد اذار هو طبعاً ضايع فرص كتير او بصراحة بس لو كان جاب الفرص دي كان هايبقى داف تاريخي يعني من بدري بدري كده المعنى دي لا لكن سلبية عنده هتتعالج سلبية عنده لازم هتتعالج موضوع متعلق بالمدير الفني الجهاز الفني هو اللي يقدر يعالج هذه السلبية لكن هجمش مصلحة الفريق خالص والناجي الاهلي في الحقيقة مع كل الاحترام لرأي الجمهور بكل تأكيد طبعاً لكن في نفس الوقت لازم نفكر في مصلحة الفرق معلول يرفض عرض الترجي موضوع محسوم علي معلول مستمر مع النادي الاهلي مفيش نقاش بالقصة دي ممكن يكون يجاله عروض برضو شفاهية عن طريق وقلاء لكن رسمي يفيش حاجة لنادي الاهلي لكن قيمة كبيرة جداً علي معلول في مركز الظاهر اللي ايسر والنادي الاهلي ما عندهش اي تفكير في الاستهناء عن علي معلول خلال الفترة الحالية ومستمر بكل تأكيد مع النادي الاهلي والرغبة متبادلة من الاهلي ومن اللاعب نفسه موضوع قوي علي معلول بتواجده في فريق كبير طبعاً بحجم النادي الاهلي خلينا نروح لليوم السابع الاهلي يرصد مليون وخمسمائة ألف دولار نضمهم هاجم أجنبي ويبدأ تصويت كأذاره مفيش الأمور دي برضو مش حقيقية حتى هذه اللحظة مش حقيقية حتى هذه اللحظة لكن فيما يتعلق بالمهاجم الأجنبي قد يفكر النادي الاهلي بتدعيم صفوكه ومش شرط على فكرة مش شرط ان انت رجبت المهاجم أجنبي يبقى على حساب مهاجم عندك يعني ممكن يكون على حساب العب كاني ما نعرفش التفكير ماشي جزي هنعرفه لما الأمور تخلص الخطيب يحسب ملف المدرب مع لجمة تخطيط وده اتكلمنا فيه ويوسف يتحدث عن ما كاسب التأهل بعد إسقاط بطل جنوب السودان وكاسب كثيرة جداً عايزة روح للوطن سريعاً الوطن بتقول برضو واضح ان هي يعني اقصال التحرير واحدة مع كل احترام وتطبيل لكل الناس يعني كل اللي بيتكبوا يعني كلهم اخواتنا وحبابنا الاهلي عاقد صالح بمعا على ايه مش عارفين ما فيش اي عقاب ما فيش اي قرار رسم خرج من الاهلي وقصلاً صالح عمل ايه ما مش عارف ما عملش اي حاجة رجل ملتزم رجل موجود شمت يقترب من خلافة لسارت إذا توقع أو تساكث أو اكتهاد برضو رفض استمرار يوسف ما فيش الكلام ده حتى في اللحظة كابت المحمد يوسف متواعبت لحد لما يتم الاعلان عن تشكيل الجهاز الفني بالكامل الجديد والرجل في الحياة تحت أمر النادي الاهلي دايماً لكن ما فيش رفض خالص باستمرار كابت المحمد يوسف توجد ليه مشوار طويل لكن وارد هو يكون موجود وارد هو ما يكونش موجود الكلام ده حيبان برضو مع الاعلان عن الجهاز بالكامل التشكيل بتاع الجهاز بالكامل بعد ما تخلص موضوع المدير الفاني اللي قرب جدا بإذن الله إشاء دابل الشاحات وفتح الشاحات في الحقيقة ما شاء الله عليه لأقوى تقلب لها نجم كبير والعيب كبير قوي أحمد فتح طبعا قيومة كبيرة لا يغنى عنها يوسف بيقول كمان إن ننفوذ بتسعة أهداف يمنحنا مزيدا من ثقة وفعلا كان نفوذ مهم بيرجع لك الثقة شوية في نفسك بعد الخروج من بطولة الكاس وكمان بيرفع من معنوياتك قبل مرحلة مهمة هتستعج فيها لمعترف أفريكي ومحلي جديد إن شاء الله بإذن الله تمنى كل التوفيق النادي الأهلي هنرجع نواصل التعليق على أخبارنا النهاردة بسهلين نروح لفاصل الأول